رأيك إيه بداية في نجاح الفرقتين؟ هل كان من أسبوعك مفاجأة وصول من سيتي وتشيلسي لنهاية دولة الأبطال على حساب فرق كانت مرشحة وفرق كبيرة جدا منه PSG وبارن ميونيخ اللي كانوا طرفين نهاية النسخة الأخيرة؟ يعني خلينا نفرق في الحالة بين منشستر سيتي وتشيلسي يعني كل واحد ليه حالة خاصة بالنسبة لمنشستر سيتي نقدر نقول أنه كان وصول متوقع باعتبار أن منشستر سيتي دعم الصغرة اللي كانت عنده اللي كانت عملاله مشاكل في السينين اللي فاتت وكانت عاملة كده جاب فيه التاكتك بتاع جوارديولا واللي هو المشكلة الدفاعية اللي الزباطت بروبين دياز وحتى تاكتك وشكل أداء الفريق بقى يعني عينه جبارة يعني عنده قدرة على اختيار اللعيب عنده المواصفات والإمكانيات اللي تخدم طريقة لعبه بشكل غير متعقعة في غيره من المديرين الفنين يروحوا دايما للنجوم يشوف مين أحسن حد في المركز ده في أي مكان في العالم ويرصد خصوصا مع وجود قدرة تمويلية أو شرائية كبيرة جدا وهاتلي المدافع الفلاني اشتري لي واشتري لي فندايك هاتلي سالجيو راموس هاتلي تياجو سيلفا لكن الحقيقة بيب جوارديولا ما بيشتغلش بالعقلية دي أو بالأسوب ده طبعا هو مرصود له ميزانية وبيصرف لكن في اختيار اللعبين هو طبعا يعني امتياز في الموضوع ده وجوارديولا من المدربين هو دايما حتى يعني سواء اللي بيحبوه أو اللي ضده ضد التاكتك بتاعه هو دايما بيوصفه بالفيلسوف من جانبها الإيجابي ومن جانبها السلب فبما أن أنا عن نفسي يعني عندي قناعات كبيرة بالجوارديولا فالفلسفة دي مش مجرد كلام بيتقال هو فعلا بيطبقها في التعامل مع المباريات بيطبقها في اختيار اللعبين بيطبقها في إجراء التبديلات وخلي بالك هو كان عنده يعني شوية أفكار مجنونة كده خلال الموسم اللي فاتت ممكن كانت أثرت شوية على مشواره في دوري الأبطال رغم أنه كان مرشح يخرج مثلا قدام ليون أو ما يكملش مشواره برضو خرج من قدام ليفر بول قبل كده فالفكرة أنه السنة دي بالذات التعامل بتاع جوارديولا مع دوري الأبطال تحديدا كانت تعامل مختلف تماما نقدر نقول أنه حط دي على مواطن الضعف في الفريق وطبعا اللي على رأسها المشكلة الدفاعية فكرة الضغط طول الوقت وفتح الخطوط طول الوقت ما كانش بيلجأ لها ما عادش بيعتمد بشكل كبير على المهاجم حتى سيرجيو أجويرو مثلا ما كانش لي دور كبير في بعض المتشاط بيلعب بدون مهاجم صريح دون رقم 9 تقريبا معظم المتشاط يعني أغلب الأوقات أجويرو أو خصوص موجودين على الدكة برة وممكن يحتاج لهم في بعض أوقات الموراة لكنه دايما بيلعب أو بيعتمد على المهاجم الوهمي وعلى تحركات الأجنحة في الفوضن ورياض محرز أو برناردو سيلفا لما بيكون موجود مكفى أن جوند جوند هو هدف الفريق يعني شكل التاكتك اختلف ده عمل تقدر تقول زي ما يكون كده يعني في الزمان أو في المواسم اللي فاتت بالنسبة لدور الأبطال التحديدا لأنه أداءه المحلي في إنجلترا كان يعني لا تشوبه شعيبة كان مسيطر على البطلات باستثناء السيزون اللي فات لكن السنة دي في دور الأبطال كان التعامل مختلف وسد الفاجوة الدفاعية بتاعتها وبالتالي كان الوصول النهائي من بداية الموسم دايما أنت بتحط منشستر سيتي مرشح للوصول للفاين سواء السيزون ده أو المواسم اللي فات فوصوله ما كان شلسي حالاكس كان شلسي كان شلسي بزرطك آه طبعا